السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم توقعتنا ليوم الأربعة سبعة شباط فبراير القمر موجود في برج الجدي ورح يظل موجود في برج الجدي لغاية الساعة وحدة وتسعة وخمسين دقيقة من عصر يوم الخميس لا ينتقل القمر بعدها لبرج الدلو القمر الآن موجود في منزل تسعد الذابح وهي منزل إلى العلاج والفراق والخلاص أو الحرية ورح يظل القمر موجود في هاي المنزل لغاية الساعة تسعة وثلاثة وخمسين دقيقة من صباح يوم الأربعاء لا ينتقل القمر بعدها لمنزل تسعد بلع وهي منزل إلى العلاج والفراق وإطلاف الأموال والحرية بما أن القمر موجود في برج الجدي اليوم معناته اليوم منكون أكثر عقلانية ومنحكم العقل أكثر من العواطف في حل جميع مشاكلنا وكل ما يؤرقنا ندرك أن الأمور ما بتكون سهلة بالنسبة لألنا بعضنا ممكن يتشائم هيك ويكون في وسواس وبعض الأشياء اللي بتتوارد للفكر وبتكون أساسا سلبية علينا أن نعمل بجدية أكبر وأن لا نعتمد على الحظ يمكننا بدء عمل جديد أو شراء قطعة أثرية أو اتباع نظام غذائي وأيضا متابعة كل ما يتعلق بشركات التأمين بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا أول زاوية رح نتكلم عنها وهي زاوية التزديس إيجابية بين القمر وبين زحل هاي الزاوية رح يكون معني بعد قليل الساعة 12 و 18 دقيقة بعد منتصف الليل بنصبح أكثر قدرة على تنظيم شؤوننا بشكل فاعل وبتعزز لدينا الحسب المسؤولية مناسبة للسيطرة على الذات والثبات والحذر وبتمنحنا الجدية وحسن التنظيم والتوازن في إدارة أعمالنا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التثليث إيجابية بين القمر وبين المشتري هاي الزاوية رح تكون الساعة وحدة و 40 دقيقة فجرا بتوقيت جرينيتش بنهتم بشكل كبير بمشاكل ومتاعب الآخرين من حولنا كانها مشاكلنا إحنا ومنحاول إنه نساعدهم قدر الإمكان يعني زي تقديم عمل إنساني مثلا وبتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبتساعدنا في تعزيز الروابط العائلية ابتمنحنا العطف والمودة ومنحظة بالشعبية واليسر المادي والصحة والحضوة عند الجنس الآخر ونجاحات مادية كمانها بتساعدنا على التعرف على أشخاص ذوي نفوذ وبتمنحنا تقدير رؤسانا بالنسبة للزاوية التي تليها زاوية اقتران إيجابية بين القمر وبين الزهرة هاي الزاوية رح تكون الساعة 18 دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش بتأجج العاطف اتجاه الجنس الآخر وبالتالي مننجح بتعزيز العلاقة معهم وبتعطي دفعال العاملين في المجال الفني والتجميل والديكور فبيتحسن عطاهم وإبداعهم بتزيد من خيالنا وحبنا ومودتنا وتفاؤلنا وبتسمح لنا أن ننعيش أوقات ممتعة جدا أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التثليث إيجابية بين القمر وبين أورانوس هاي الزاوية رح تكون الساعة 8 و18 دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش بتعزز قدرتنا على استغلال المناسبات الاجتماعية والاستفاد منها ممكن يفاجئنا البعض بشيء غير متوقع وممكن يصدر مننا ما هو غير متوقع اتجاه البعض كذلك أما بالنسبة للزاوية الأخيرة وهي زاوية التثليث إيجابية بين الزهرة وبين أورانوس هاي الزاوية رح تكون الساعة 9 و24 دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش بتتهيئ الفرصة للبدء بعلاقة غرامية بصورة مفاجئة ومننظر للحياة بتفاول أكبر كما أنه بتكون شعبيتنا في تصاعد أكثر بالنسبة للعضاء اللي في جسمنا الأكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الإضافية اليوم وما لازم نجري لها عمليات جراحية كبرى ولكن مراجعات أو فحصات طبية ما في أي مشكلة عندنا الركبتين والمفاصل والعمود الفقري وعضلات العمود الفقري والرضفة والعظام والأسنان والأوتار والأربطة والجلد والشعر والطحال وجهاز التوازن بالنسبة لهذا اليوم طبعا يوصى بإجراء العمليات الجراحية لباقي أعضاء الجسم ما في أي مشكلة مناسب هذا اليوم لعمليات التجميل مثل الحقن والجراحة ويصلح أيضا لإزالة الشعر الزائد يصلح لقص الشعر التجميلي والصبغ ولكنه لا يصلح للقص العلاجي القمر بما أنه موجود في برج الجدي خلو المسار القادم رح يبدأ الساعة سبعة واثنين وخمسين دقيقة من صباح يوم الخميس ورح يستمر حتى تمام الساعة واحدة وتسعة وخمسين دقيقة بعد الظهر لا يستقر القمر بعدها في برج الدلو أما بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحسار الهلال عمر ستة وعشرين يوم في تمام الساعة ثنتين وسبعة وعشرين دقيقة صباحاً بصير سبعة وعشرين يوم نسبة الإضاءة ستة في المية أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الدلو حتى يوم تسعة وعشرين اثنين اليوم منتحسي بنسبة عشر في المية القمر في الجدي حتى يوم ثمانية اثنين سعيد الآن بنسبة مية في المية ساعة العصر سعيد بنسبة خمسة واربعين في المية ساعات المساء سعيد بنسبة ستين في المية عطارد في الدلو حتى يوم ثلاثة وعشرين اثنين منتحس بنسبة خمسين في المية الزهرة في الجدي حتى يوم ستة عشر اثنين سعيد بنسبة عشر في المية المريخ في الجدي حتى يوم ثلاثة عشر اثنين سعيد بنسبة ستين في المية المشتري في الثورة حتى يوم خمس وعشرين خمس سعيد بنسبة ثلاثين في المية زحل في الحوت حتى يوم تسعة وعشرين ست سعيد بنسبة خمستاش في المية اورانوس في الثورة حتى يوم واحد تسعة سعيد بنسبة خمستاش في المية ونبتن في الحوت حتى يوم اثنين سبعة سعيد بنسبة خمستاش في المية وبلوتو في الدلو حتى يوم اثنين خمسة سعيد بنسبة خمستاعش بالمية وصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل بالنسبة لما وليد برج الحمل طبعا اليوم بتتركز جهودكم نحو العمل والعلاقة مع المسؤولين بوسعكم اثبات جدارتكم والمحافظة على انجازاتكم القائمة ما بينفعك العناد والتحدي حتى لو اشتدت الضغوط حاول انك تبرر عملك واذهر مهارتك ممكن تكون الظروف معقدة شوي او فيها بعض الصعوبة وانت طباعك اليوم وافكارك بتكون مشتتة وفي نوع من انواع العصبية نتيجة الغضب والاضطراب فعشان هيك بدك تضبط عصابك برج الثور بالنسبة لموليد برج الثور اليوم بتنشطوا في مجال السفر والاتصالات لبعيدة وبتزداد رغبتكم ايضاً في التقرب من احباكم وتعزيز العلاقة معهم لا تجعل شيء يحبطك التطورات اليوم غنية بالفرص المناسبة وبتنحسر عواصف الايام الاخيرة وبترتفع المعنويات وبتطمئن خواطرك اليوم يعني نسبياً فترة مناسبة للسفر لورشات العمل للامتحانات للمقابلات للتجارة ايضاً برج الجوزاء بالنسبة لموليد برج الجوزاء اليوم بتعيد وتنظيم اموركم المالية والفرصة متاحة لمكسب بيجي من شراكة او تعويض ولكن صحتكم او صحت قريب لعلكم بتكون بحاجة للرعاية لا تتشبث بمواقفك المتصلبة حاول انك تكون مرن ومبتسم وناقش بليونة ودبلوماسية اتكلم اعبر عن اراءك بجراءة وثقة وعن سابق معرفة ابدا يومك بروح رياضية برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان بينصب اهتمامكم حول تدعيم شراكاتكم سواء في العمل او العاطفة ويعتبر هذا اليوم يوم مناسب للقيام بعمل مشترك الاجواء ممكن تكون متوترة فعشان هيك بدك تركز بشكل جيد وما ترتجل الاجواء ضاغطة نسبيا والمسؤوليات كبيرة فعشان هيك بدك تهدئ من روعك وما تنفعل برج الاسد بالنسبة لموليد برج الاسد بيبدأ العمل بالتراكم لديكم مع هيك انتو عندكو قدرة عالية على انجاز قسم كبير من العمل اهم شي انه ما تهملوا صحتكم هاي فترة يعني تعتبر فترة عمل جيدة فلازم تكون اكثر انضباط وتنظيم للوقت ممكن تنشغل بامور صحية او رياضية حافظ على استقرار وضعك الصحي ممكن تقلق بشأن احد المعاونين او احد الاصدقاء وممكن يكون في عمل جديد لمعض موليد برج الاسد برج العذرة بالنسبة لموليد برج العذرة اليوم بتشتد رغبتكم في التقرب من احباكم وتعزيز العلاقة معهم ويعتبر هذا اليوم يوم مناسب لنشاط فني هاي فترة بتحمل اجواء سحرية ومفاجئات سعيدة بتكون نظرتك للحياة متفائلة ممكن تندم على تصرفاتك الاخيرة وتحاول ترتيب بعض الامور فترة بناءة واجابية ايضا حاول انك تستغلها بكل طاقتك برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان اليوم بتفضله التركيز حول شؤونكم البيتية والعائلية بوسعكم ادخال اي تعديل مطلوب على مسكنكم اليوم ممكن تكون مضطرب بشيئا معه او مرهف الحس بعض الشيء وبتشعر بالارتباك او ممكن انك تغضب بسرعة اتجنب الخصام والجدال كليا ومن المحبذ عدم القاء اللوم على الاحباء اعمال وانشغلات منزلية برج العقرب بالنسبة لموليد برج العقرب اليوم بتكثر عندكم الاتصالات والتنقلات ويعتبر هذا اليوم مناسب لا اجتياز امتحان او اجراء مقابلة تتمتع بسرعة بديهة وخاطر وباستطاعتك مناقشة الامور الصعبة وطرح افكار جديدة ممكن تحصل على فرصة جيدة بتبرر من خلالها مشاعرك وتبرر مواقفك وبتنشطوا بالتنقلات والاتصالات برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس اليوم بيحمل لكم فرصة لمكسب مالي على الاغلب بيجي من عمل اضافي ومنكم اشخاص ممكن يحصلوا على هدية او جائزة ممكن تحتاج لمساعدة جهة ما الكواكب اليوم تعمل لصالحك وبتسهل كثير امور خصوصا من الناحية المالية لا تسمح لأي شخص بانه يغشك وكون حريص على اموالك وممتلكاتك وعزز وضعك المالي برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي بتبدأوا اليوم فترة ايجابية بتعيد اليكم نشاطكم المفقود بوسعكم السيطرة على زمام الامور حاولوا انكوا تبحثوا عن اي شيء جديد عشان ترفعوا عن نفسكم وتبحثوا عن امور مميزة بتعيش فترة واعدة من الافراح والنجاحات وتعتبر هاي فترة فيها كثير من المزايا والمكاسب لا اليك حاول انك تدخل التنويع لحياتك الشخصية في انفراج وتسوية ايضا برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا القمر موجود في بيت المتاعب فعشان هيك اليوم بتشعروا بالتعب بنال منكم وبتفقدوا رغبتكم في مواجهة مشاغلكم وانجاز الكثير منها حاولوا انكوا تخلدوا للراحة هاي فترة محبطة وفارغة تماما من كل خضر وحسم حاولوا انهاء الفترة هاي بسلام ممكن تواجه بعض الضغوط او العراقيل او الامتحانات الصعبة ممكن يعني يصير تأجيل او حتى الغاء باللحظات الاخيرة برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت اليوم بتنشطوا اجتماعيا وبتلتقوا الاصدقاء ومنكم اشخاص اليوم ممكن يشاركوا في مناسبة سعيدة بتميلوا للتواصل مع الاخرين وممكن تنجح في حج التأييد او دعم لقضيتك ابتتحمس للقاء الناس وللتعارف وممكن تسافر او تنضم لجمعية وبتهتم لشؤون اقارب الشريك هيك منكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله اعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اترككم في رعاية الله وحفظه الى اللقاء